أعلم بحضراتكم من جديد وتريند الأهلي ونشوف اللي كتب على الأهلي في السوشيال ميديا أول حاجة معنا في تريند الأهلي حساب المصري الرياضي حساب المصري الرياضي على تويتر كتبوا المشكلة تتفاقم غياب علي معلول والسلية عن مباراة الأهلي أمام الداخلية علي معلول ممكن عنده نازلة برضو قوية طبعاً بالنسبة كبيرة مش موجود في المعسكر وفي قائمة الأهلي أمام الداخلية وعمر السلية ممكن اشتكى كده من ألم في العضلة الأمامية وبالتالي أيضاً بالنسبة كبيرة جداً لن يكون في قائمة الفريق اللي هيتم يعلنها إن شاء الله خلال لحظات قبل التوجه إلى مدينة السويس والغيابات للأسف مؤثرة بشكل كبير سواء معلول أو السلية أو حتى طاهر حسين الشاحات يعني أكتر من لعب بعد لقاء السوبة حساب الوطن سبورت بيتكلموا على تجهيز بديل لعالم معلول فنياً وبدنياً الوطن سبورت على تويتر قالوا أن الجهاز الفني بدأ في وضع بدائل لاحتمالية غياب معلول هو طبعاً بالنسبة كبيرة معلول مش موجود ما كانش موجود في تمرينة النهاردة ولا تمرينة مبارح وبالتالي فيه أكتر من بديل لعالم معلول بنتكلم مثلاً في أحمد نبيل كوكا كريم فؤاد وكمان في أيمن أشرف أحد أبرز اللعابين اللي شغل هذا المركز في السنوات السابقة وفي لعب صاعد موجود مع الأهلي وتم قيده في القائمة الإفريقية رأفات خليل فبالتالي إن شاء الله مش هيكون فيه أي مشكلة بالنسبة لي غياب علي معلول نتمنى سلامة علي في المقام الأول بإذن الله وبعد كده مباراة الداخلية يقدر الجهاز الفني يحط البودلاء بشكل كويس ويقدر يسد الفراغات اللي هتكون موجودة في هذه المباراة الوطن سبورت بيتكلمه تبدو فرص كريم فؤاد قوية بعد تقلقه في المباراة الأخيرة ثلاث بدائل لخلاف الطاهر محمد طاهر في تشكيل الأهلي أمام الداخلية لسه برضو عند الوطن سبورت على تويتر وبتكلمه على بدائل طاهر كلنا عارفين إن طاهر يمكن معارقة خد إيقاف مبارتين بعد الترد أمام الإسماعيلي ومباراة الداخلية هي المباراة الأخيرة اللي مش هيشارك فيها طاهر بسبب الإيقاف لكن بيتكلمه في حالة غياب طاهر من البدائل طبعا البدائل كانوا بيتكلمه على حسين الشحات وكريم فؤاد وبيرسيتاو شيل حسين الشحات كمان لأنه عنده نازلة برد فبالتالي مش هيكون موجود في لقاء الداخلية عندك كريم فؤاد وبيرسيتاو كريم فؤاد ده لعب جوكر يعني يقدر يلعب في أكتر من مركز زواء الجبهة اليمنى أو الجبهة اليسرى وكمان قدر مرسل كولر يعني يحطه في مركز جديد وهو مركز الجناح الأيمن وده ظهر بشكل كبير في آخر مباراتين وأحرص هدف في لقاء الزملك بيرسيتاو فرص وجوده في لقاء الداخلية منذ البداية ورده بنسبة كبيرة جدا في ظل غياب طاهر محمد طاهر نروا الحساب في الجول وبيتكلموا على أيضا الإصابات خبر في الجول كادمة في الضلوع تبعد رامي ربيعة عن مواجهة الأهلي والداخلية رامي ما كانش موجود في الفترة السابقة لكن خلال التدريبات الفردية اللي كان بياخدها رامي ربيعة تعرض لكادمة في الضلوع وبالتالي النهاردة حتى شفنا جزء من المران اللي بدأ حوالي الساعة 3 العاصر وكان رامي بيعمل تدريبات منفردة وبالتالي رامي أيضا خارق قائمة مبارات الأهلي أمام الداخلية اللي هتتلاحب بكرة في السويس الساعة 5 وبالتالي هيكون موجود محمود متولي وياسر إبراهيم في ظل غياب كمان محمد عبد المعيم وبنسبة كبيرة كمان أيمن أشرف هيكون موجود في القيمة بإذن الله يلا كورة وحساب يلا كورة على تويتر مصدر ليلا كورة ربيعة يقترب من الغياب أمام الداخلية وتلات أسابيع تفصل عمار أو تفصل عمار عن العودة نحن قلنا موقف ربيعة أما بالنسبة لعمار حمدي عايز أقول لكم أن مرسل كورة مهتم جدا بعمار حمدي ويمكن يكاد يوميا بيتابع مع البرنامج التأهيلي اللي بينفزه عمار حمدي في المرحلة الأخيرة الراجل اتفرج على فيديوهات وشايف أداء ومستوى عمار حمدي وشايف أنه عنده سرعة في نقل القرى من الدفاع للهجوم وهيكون لعب محوري في خط الوسط وبالتالي مهتم جدا بمسألة تأهيل عمار حمدي وإن شاء الله خلال 3 أسابيع عمار حمدي يعود للتدريبات الجامعية ويكون جاهز إن شاء الله بعد التوقف الأخير اللي قادم في نوفمبر للمباريات الرسمية نرى الحساب كورة بلس وغياب آخر لأحد أبرز اللاعبين تعرف على موعد عودة أليو ديانج للتدريبات الجامعية أليو ديانج غياب على اللقاء السوبر ولعب مكانه طبعا فيها نفس المركز عامر السلية وحمد فتح والحمد لله قدر الأهل يكسب ومحسناش بأي غياب مؤثر لكن طبعا ديانج من اللاعبة المهمة جدا هل هيكون موجود في اللقاء الداخلية؟ لا صعب لسه أمام أليو ديانج حوالي أسبوع للعودة للتدريبات الجامعية وفقا لمصرحة به طبيب فريق النادي الأهلي دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطب اللي قال البرنامج التهيلي لأليو ديانج لسه أمامه أسبوع للعودة للتدريبات الجامعية كده بالشكل ده أليو ديانج مش هيكون موجود مع منتخب مالي في الأجندة الدولية وبعد نهاية الأجندة الدولية إن شاء الله يكون جاهز للتدريبات الجامعية مع لعبي النادي الأهلي آخر حاجة معي في ترند الأهلي وهنا هقف قدامها لحظة بسيطة لذلك نتكلم على نجم وأسطورة من أساطير القرى المصرية في السنوات الأخيرة محمد الشناوي حارس مورمان نادي الأهلي الشناوي عمل إيه؟ فضل مستني أن الفرقة تقف على رجليها وتقدر تعمل بطولة وتسعد الجماهير عشان يحتفل بلقب أحسن لاعب في أفريقيا اللي فاس بيه في جواز الاتحاد الإفريقيا اللي اتعاملت من حوالي ثلاث شهور في المغرب الشناوي على حسابه الرسمي على إنستجرام كتب مبروك على الأهلي وجمهور العظيم بطولة كأس السوبر شكرا للعيبة وإدارة النادي وعوبال بطولات جاية جي الوقت عشان أحتفل بلقب كنت مأجل الاحتفال به وهو أحسن لاعب في أفريقيا رب دايما في احتفالاتي أهلوية هنا بقى بيحضرني جملة مهمة جدا عن دور كابتن النادي الأهلي رغم اللقب اللي فاس بيه الشناوي أحسن لاعب في أفريقيا على فكرة ده لقب مش عادي ولا لقب صغير وولاية جدا لما تلاقي حارس مرمى يفوز بلقب أحسن لاعب في أفريقيا لكن التوقيت اللي فاس فيه الشناوي باللقب ده كان للأسف في نفس اللحظة للأهلي خسر فيها كأس مصر في شهر سبعة اللي فات وبالتالي هحتفل إزاي بلقب فردي وأنا خسران بطولة وجمهور الأهلي زعلان ففضل مستنى اللحظة إن الفريق يقف على رجليه ويفوز ببطولة عشان يحتفل باللقب الفردي واللي كتبوا الشناوي على حسابه على الانستجرام شوفوا ردود الفعل أول تعليق قدامي من مصطفى شبير أوفى شبير كتب تستاهل كل خير يا شنو بعدي نجم النادي الأهلي محمود ده كهرباء إن شاء الله قريب بإذن الله هنشوفه في الملاعب عمل قلب للشناوي وبالتأكيد بيتمنى له كل التوفيق ورسم القفاظ الزهبي وإن شاء الله بإذن الله يكون الموسم الجاري بإذن الله بداية موفقة للشناوي أعتقد رسالة واضحة جدا إن مهما كانت الألقاب الفردية وقيمتها لكن تبقى في النهاية هي جزء من اللقاب الجامعي عشان كده تلاقي النادي الأهلي غير سواء في المكسب أو في الخسارة وأنا خسران مش هتلاقيني باحتفل ولا أعمل أي مظاهر احتفالية لكن وأنا كسبان دوري أحتفل بالألقاب الفردية مع الألقاب الجامعية أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع لآخر فقرة معنا في برنامج التريند